المحامة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع وهي في الغالب أكثر المهن إثارة وتنقل وتغيير الأستاذ أشرف عبدالعزيز أحد هؤلاء الذين تعرف أنهم حاضرين بقوة أينما حلت قضايا المشاهير فيضيف بحضوره على مهنته المثيرة للجدل جدل آخر يخص أصحاب القضايا هو قصة نجاح وصعود متميزة وخاصة جدا الأستاذ أشرف عبدالعزيز أولاً بشكرك أنك استضفتنا في مكتبك الجميل ده أهلاً وسهلاً بحضرتك مبسوطين بالفيو أول أنا اتشرفت بيك وتشرفت بحضرتك شكراً يا أستاذ أشرف لما نتكلم عن المحامة لازم كده نيجي عند ناس من الكبار اللي سبقوا اللي بقالهم سنوات طويلة في المهنة ونغش منهم شوية حاجات طبعاً في هالنهار ده نغش منك حاجات كتير بس اسمح لي الأول عايزة أعرف تكوين المحامي الشاطر اللامع حضرتك واحد من ناس اللي يصنف وانت بتزعل بقولك كده لكن تصنف محامي لامع في مجاله كبير في شغلته ودي حاجة حصلت على مدار سنين بس حضرتك يعني إحنا محامي من ضمن محامين مصد ده تواضع جميل لا مش تواضع ده حقيقة لأن فيه أسات زكبار موجدين ينفع قول من الشاطرين والمشاغبين يعني ممكن نقول المشاغبين صحيح تحقق ده الأخبار السحافة ده حلم طبعاً وصلتوله بالسهل ده طبعاً احكمنا بقاً ايه بالنسبة لحضرتك المحطات اللي كانت أصعب وأكثر قصوة يعني عليك في بداية الحياة تفتكر مثلاً مرة قلت أنا ليه بعمل في نفسي ده كله المحامين دايماً بتبدأ بداية قصية آه ليه الشغلالة دي بالزاد بدايتها صعبة قوي لأن إحنا بنطلع من الحياة النظرية آه للحياة العملية آه تفوج إيه بأول العمل كمحامي المرتب أولاً جداً 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 يعني أنا أتذكر أني كان مرتبي وأنا محامي تحت التمرين آآ في يعني نقدر نقول سنة 91 مثلاً آه 20 جنيه يعني هاي في الشهر آه في الشهر أسواة 90 ده مش بعيد أوي يعني لا طبعاً ده رقم وليل أوي ده 31 سنة آآ 20 جنيه وبقى 50 جنيه وبقى 70 جنيه كي ولكن أنا تمالي أشكر أستاذي اللي اشتغلت معاه واللي علمني ما بخالش عني أبداً آآ ولكن أنا تمالي بقول آآ أن هم علموني المهنة علموني أن أنا أشتغل محامي أو أمتهن مهنة المحامات إيه مفع أسأل يعني أقول أنه لازم في بداية حياتنا نفهم أنه التدريب والخبرة لها تمن طبعاً مش لازم التمن اللي باخده كمرتب بس طبعاً أنا بنادي المحامين الكبار آآ يعني بحبهوها شوي نعلم الأولاد وفي نفس الوقت نعطيهم أمل في بكرة في المرتب آآ يعني على الأقل المحامي تحت التمرين آآ ياخد الحد الأدنى للمرتب مثلاً نقول 3000 جنيه أكتر كمان 4000 جنيه 5000 جنيه ما يقلش أبداً عن كده ليه؟ لأن حتى الشركات الكبيرة لما بتيجي تطلب محامي بتقول خبرة خمس سنوات طب خبرة خمس سنوات ده أبنى يجيبها منين أجيبها منين هل قاعد أدرس وبعد الدراسة قاعد خمس سنين أخد مرتب متدني صعب أول ويمكن عشان كده في ناس كتير بتهرب من الشغلانة في أول خمس سنين طبعاً يجربوا لأنهم بياخدوش المقابل العادل ياخد خبرة وياخد أجر عادل طبعاً المرتب العادل أول خمس سنين في حيات حضرتك كانوا الأصعب أو الأمتع لا بالنسبة للأمتع بجد؟ طبعاً مش دلوقتي في الشهرة والنجاحات بالعكس أنت كل ما حضرتك مش عايزة أقول تكباري يعني خطوة لأمام بتخافي جداً بيبقى فيه خوف تبقى الخطوات محسوبة أكتر وبطيئة أكتر طبعاً زمان أنا صغير لما كنت أخسر أنا محدش حسب حاجة لكن دلوقتي أي حاجة حتى في العلاقة الاجتماعية النهاردة بتخافي تعودي يعني في مكان عام مثلاً مع حد في مكان عام تمام يعني بتعودي عشر دايل ربع ساعة وتمشي المحامام هنا تورس حضركت تورس اتمنيت حد من ورادك يبقى بيشتغل في مكان أنا ابني في أولى حقوق يعني اتمنيت وحققت طبعاً لأن أنا برضو لما نيجي نتكلم أنا اتعلمت برضو من أخي الله أرحمه أنا شفته محامي وشفته محامي مجتهد جداً وكان بيذكر قضايا بتاعته باستمرار أخو حدثك كان من الشخصيات المؤثرة في حياتك جداً هو مسأل الأعلى هو كان بالنسبة لي يعني واخده مسأل أعلى لإمانتي طب إيه اللي كملته من مسرته إيه الأهم ثلاث مبادئ لو ينفع تقول إيه ثلاث مبادئ الأخلاق أو الحاجة الإخلاص المحافظة على القيم والمبادئ المذاكرة البحث المجتمر أوعى التسل المهنتين اللي دائماً فيهم مذاكرة واللي فيهم تعلم باستمرار الطب والمحامة أو دراسة القانون طبعاً لما مسألت حدثك عن المبادئ قلتلي ثلاث حاجات أولها الأخلاق طبعاً وما ليه مهنة دي سمعتها إنها مهنتة تلاعب بكل شيء مهنة المحامة دي من أرقى طبعاً وأعظم كيفية إنك ترد الحق المظلوم وأمتح دي مهنة ترد الحقوق إزاي بيتقال عليها كده ما أنا بيسألك وأنا بيقولك إزاي أنا مستغربها أنا مستغرب مش بسبب بعض الممارسات اللي شوهت سماكة في كل مهنة فيها الصالح وفيها رعيب بيقولوا كده إن مهنة المحامة هي المهنة اللي دايماً صاحبها عينه على مستقبل سياسي فكرت حضرتك في الحكاية دي فكرت طبعاً وتحبت وتشوف إنه ده ليه زماني؟ أنا دلوقتي بقيت مشغول بحاجة واحدة القانون فقط يعني أنا بقيت مهتمة جداً بالقانون الكلام ده أنا آخر مرة دخلت انتخابات دخلت 2010 آه بعد 2010 ما فكرتش أبداً أنزل انتخابات تاني مش معناها إن أنا مش عايز أمتهي السياسة أو أو لا أنا تفرغت بقى للا استدخلت في الصعب جداً أنا شجعك بقى في اللي جاي طبعاً 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 في حاجة بقى دايماً تثير فضول الناس هي المحامية اللي بجد اللي في الحياة العملية زي اللي بنشوفها في الأفلام مرافعات كده كبيرة ورنينة ولا الموضاف الوخار أريد أقول لك على حاجة بقى مناسبة لما نيجي نتكلم على مرافعات الأسادزة الأستاذ أحمد سكي الله أرحمه عمل مرافعات أيوة المرافعات المشهورة في السينما طبعاً في ضد الحكومة مثلاً والأستاذ أحمد عز عمل دور المحامي برضو وعمل مرافعة هيلة وطبعاً غش منك الأستاذ خالد النبوي برضو مرافعة كانت هيلة فلما نيجي نقول مرافعة الفنانين دول الناس دي ذاكرة قوي يعني واقعية طبعاً مش مبلغة لا 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 مش مبلغة خالص المرافعة لما تيجي تشوفوا الزحمة ذاكية في مرافعته يعني تحس يعني بازدحام المحاكم دلوقتي وبالأضايا الكثير عندكم وقت تترافع طبعاً أنا ليه باسأل أستاذ أشرف وبتك على السؤال ده دور كده عنات هتلاقي مرافعات أشرف عبد العزيز أعلى مشاهدة أنا أتفرك عليه فيه حاجات كتير وده يخدني بقى أني أسأل حضرتك على شقة مهمة جداً في مسيرتك المهنية هو إنك محامي لمشاهير كتير جداً موضوع ده قد ما هو جميل صعب جداً صعب؟ أصعب حاجة إنك تبقي محامية فنان أو مشهور ليه؟ لأنك أي غلطة يعني تتعامل أو يحصل بتبقي إعلامية موجودة وبالعكس أي نجاح بجون بجون طبعاً والغلطة بفورة أه طبعاً أهرب هايوة وجدت نظرك صح يعني لما تيجي تتكلمي على قضية نكسبناها طبعاً بتبقى يعني في الإعلام صدع كبير ولكن الخسارة اللي أنا بخاف منها طبعاً والحمد لله ما حصلتش بالنسبة للفنانين دي نقدر نقول إن هي الغلطة الصغيرة صداها وحش جداً غريبة قوي إنو حضرتك بتقول لي ما حصلتش ما حصلتش الحمد لله يعني في قطاع كبير من الناس لكن هو المحامي ما بيخسرش أضاياً مين آه؟ إزاي؟ ما تفهمنا بقى؟ إزاي؟ إزاي ما فيه مكسب زاي ما فيه خسار آه؟ ولكن أنا عايز أقول لحياتك على حاجة آه؟ الفشل بيبقى وقتي وتبدأي تبص تاني في الورق وتدريس تاني في الورق وتشتغل تاني من جديد عندك بقى استقناف وعندك نقضه فالكلام ده كله الفشل ما توقفيش عليه يعني وارد المحامي يغلط أه طب لا مش يغلط يخسر يخسر لكن يغلط دي يعني هو مش بيبقى خسر عشان غلط ولا ملابسات القضية تفاصيل؟ هو بذل قصارى جهده ولم يأتي بنتيجة خلاص بعض المحامين يعتقدوا أن الأتعاب الكبيرة هي اللي بتقول إن أنا محامي كبير لا ما رأيك في المضاعب؟ لا 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 شوفي يعني في محامين كتير جدا أتعبهم قليلة أو معقولة عزانة تبقى قليلة عزانة تبقى معقولة بصني مش شرط النجاح يبقى الأتعاب كبيرة مش شرط إنه هو يبقى محامي كبير قوي يبقى أتعابه كبيرة قوي لا لا مش شرطه دي علاقة بين الموكل والمحامي علاقة فردية يرتضوها هم يرتضوها مع بعض ما فيش حاجة اسمها أتعاب كبيرة وما فيش حاجة اسمها أتعاب قليلة هو بيبقى فيه برضى بين المحامي والموكل على الاتفاق على أتعاب المعينة فقط بس كده؟ بس كده طب بتنسح المحامي الصغير إنه يهاود شوية عشان يعمل اسم؟ لا أنا بنسح المحامي الصغير إنه هو يقرأ ويذاكر ويكتاب ده الأهم ده الأهم الفلوس مش كل حاجة مش كل حاجة الفلوس المهم تكون أنت عارف بتعملهم المذاكرة بتجيب فلوس طبعا لازم نطمنهم إنه هتيجي فلوس بس طبعا المذاكرة بيجيب الفلوس والفلوس يعني الستر أهم حاجة الستر بتاع ربنا أستاذ أشوف معناكش ده مش قادرة أخلي السؤال ده يمشي من ذهني هو إنه في بعض بعض من الشهرة مش لطيف لحدك مشهور زي ما اتفقنا مش قوي طيب مش إحنا شايفينك كده لكن بعض الشهرة بتفرض على حضرتك إنك أحيانا تتصرف بالطريقة لترضي الناس كيف؟ وعندي مثل واضح جدا عمالي يجي في ذهني وحدك بتتكلم إنه لو خدت قضية والقضية دي مفيش معها تعاطف شعبي حد الناس كرهاي وجالك مشاعرك بتروح فين؟ بتقول أنا همشي مع رأي الناس؟ ولا بتفكر فيه ازاي؟ أنا يعني ما كنتش حابب أتكلم في الموضوع ده ولكن هتكلم فيه أنا من قريب قوي من حوالي شهرين كت عندي قضية العضية دي دخلت على السوشال ميديا في الأول قلت لا 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 ابعد اهرب كان موكلك بتشتم اه اهرب تماما اه فالناس قلوا لي طب ممكن تقرى القضية هم فقلت خلاص اقرأ قريت القضية هم فلاقيت الورق بيشرخ ببراءة الراقل هم والناس صحاب كتير قوي أشرف مفيش داعي اه ما تدخلش نفسك ما تدخلش نفسك فهين بقى ضميري هم ماينفحشوا وخدت القضية ضد طيار الرأي العاف تماما ويمكن المرافعة حققت مشاهدة عشرين مليون اه من لسه بقول ما عرفش ان المرافعات اعلى مشاهدة ولكن النهاردة تعالي شوفي ردود افعال الناس الناس بدأت تفهم الحقيقة الحقيقة وبدأت يعني الاول كان كلنا بنشتم دي واحدة من عيوب مجتمعنا اننا ما انا مش هاجري بنصب نفسنا احنا القاضي شوفي حضرتك انا عمري مقست قضية بالسوشال ميديا انا باخد القضية بضميري بوجداني لكن مش معناها هي السوشال ميديا بسط على الورق هي السوشال ميديا تتعرف الموضوع نتعرفش حاجة ففي الحالة دي ضمير المحامي هو الحقيقة طبعا ضميري هو اللي بيحدد القضية اخدها ولا لا ضميري ووجداني عايز اسأل حضرتك او اقول لي حضرتك شوية كلمات وحضرتك قول لي وقعها عند حضرتك في جملة مختصرة جدا ويعني تصيب الهدف ان شاء الله ممكن؟ تحت عمرك تعريف حضرتك للنجاح اتمنى باستمرار هل اتمنتو؟ مش قوي كده اصلا مش قوي يعني النجاح بنتمنى لكن لو فشلنا بنحاول ان احنا نشتغل تاني وتعريف الفشل يا و خلينا نقول تعريف الفشل الفشل زي ما قلت حياتك كده معرفوش ولكن بييجي بس ما نقدرش نقف عليه بسنين هو ثواني ونبدأ نفكر هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ الخذلان زي ما بيسموه؟ لا لا ما عرفش اعرفوه بالطريقة ما فيش حاجة اسمها كده ما اختبرتوش يعني حسيت ان في حد خذلك كنت حاطت فيه ثقة جديدة طبعا بيحدوث ولكن بيهرب يعني خلاص ما بقفش جامبه واضح انو شخصيات حدريك بتتجاوز الحاجات السلبية طوال الوقت بص حدريك اهم ميزة عند المحامي دايما القوة الزكاء دا اهم فالنهاردة هيحصل خزلان هيحصل فشل هيحصل احباط اقعد جامبه؟ لا طبعا سيبوا وكمل شغلي وكمل مذاكرتي وكمل ابحاثي وافضل واستمر لكن افضل جامب الحاجة دي لا لا طبعا القانون كواعد الحياة العلاقات شوفي العلاقات مهمة جدا جدا ولكن لو علاقة تجارية ارجعي المحامي على طول اما لو علاقات شخصية لازم يكون فيها حدود ما تبقاش العلاقة ليه؟ هيحصل بقى الفشل وهيحصل الاحباط وهيحصل 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 ليه حياتك بتسعين فيه فالعلاقة لازم دا انت تنفع موزيعي يا أستاذ أرشف انت تترجع لأسئلة يلا يلا السادسة العيلة أقدر أقول مرتي وولادي ibi والبيت الكبير اللي هو أخويًا وأختي وابن عمي وابن الخادي عليه العيلة الكبيرة ولكن ولكن طبعاً أنا قلت حياتي أنا صعيدي فهم فمفهوم العيلة قوي مفهوم العيلة صبعاً كبير الانضباط عشان دي كلها حاجات للناس اللي لسه بتبتل مهم جداً حلو قوي السؤال ده الانضباط عندك جالسة برضه أنا بقول الكلام ده للمحامين الشبابي عندك جالسة نام بدري وصحى بدري تروح للمحكمة قبل الساعة تمانية الصبح تبقى موجود بدري متضمنش الطريق متضمنش الزحمة متضمنش حاجة الانضباط أذاكر كويس أشتغل كويس أنام كويس ده المهم يصنع نجاح يصنع النجاح هو النجاح كله الالتزام هو النجاح كله أهم حاجة الالتزام شكراً يا سيد أشرف عفوا فاني شكراً جداً نورتنا وشرفتنا وبشكرك لأنك واحد من الناس اللي بتعمل حقيقي شكل عادي حمدوا لهم الحمد لله